طيب قبل ما بدأ التغطية كالعادة ندخل على تطبيق مستعمل عندهم خدمة جديدة الخدمة انك انت تقدر تكسب فلوس عن طريق تطبيق مستعمل كل اللي عليك تدخل على اي اعلان مش شرط انا اعطيكم مثال ندخل كذا بعدين سوق الان نسخ انشر في قربات الواتساب اي مكان واي واحد اشترى السيارة عن طريق رابطك حتى اخذ 50 بالمية من عمولة موقع مستعمل الرابط هذا بيكون مربوط في عضويتك فضرورة تسجل وتنشر الرابط بالتوفيق لكم يا رب طبعا بامكانكم تحملون تطبيق مستعمل عن طريق ابل ستور جوجل بلاي وايضا متجر هواوي حلو الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله صباحكم بكل خير الله ما صلي وسلم على نبينا محمد صراحة السيارة هذه ما كان عندي اي نية اني اصورها لان اول شي انا مستجرها من يلو الله يطمع عافية اه لان سيارتي شخصية قاعد يسوي لها بعض التعديلات طبعا يلو عندهم عروض في الفترة الحالية طبعا العروض هذه لحجزات الانلاين فبالتالي بحط لكم رابط تطبيق يلو في الوصف حملوا التطبيق واستفيدوا من خدماتهم صراحة تريح راسك من موضوع انك تروح وما تلاقي لك سيارة ليش القروش هذه كلها خليك اونلاين وامورك تمام على الان نجي لتفاصيل هذه السيارة السيارة اللي معانا ليكزيس يو اكس ميتين تقريبا اصغر جيب في اسطول سيارات ليكزيس واول تجربة لي صراحة على السريع محرك السيارة اه اربع سلندر اه الفين سي سي اثنين لتر يولد مية تمانية ستين حصان والعزم اه ميتين وخمسة نيوتن متر ومرطبط بناقل حركة اوتوماتيكي سي في تي مع تحشيقات وهمية عشرة سرعات نظام الدفع سحب امان بالنسبة لاستهلاك الوقود عندنا بطاقة كفاءة الطاقة اول شي ساعة المحرك 2.0 لتر موديل 2021 غير سي في تي نوع الدفع سحب امامي كروز اوفر يعني سيارة مدمجة عندنا هنا التقييم ممتاز بلس اللتر واحد يمشيها 18.3 كيلو متر طبعا نوع البنزين 91 وبالنسبة لضمان السيارة اه اربع سنوات او مية الف كيلو متر اي يوم ما اسبق طبعا وكيل هذه السيارة عبداللطيف جميل السيارات طيب كثير اللي غطوا هذه السيارة قالوا انه المحرك الموجود على هذه السيارة محرك كوريلا ومدريلا اخر ممكن اه كارقام وكسعة اوكي لكن كادا لا كادا هنا سيارة انشط طيب بسم الله نجرب لكم التسارح حطينا على وضعية الاسبورت وايضا فصلنا مانا الانزلاق واكثر شي عجبني في السيارة انه ايش اه ما تخز بالقيرة السي في تي المميل لأ شوفوا كيف التعشيقات الوهمية هذي تعطيك احساس كأنه تعشيقات حقيقية يعني مثلا انا حطيت الانها الرابصة مجرد ما اجا دبل الدعسة السيارة من حالة ترجع نمره وتعطيك الاداة المطلوب حتى الفزة فيها غير كده ادافة راملها وثباتها كل الاشياء هذي اكثر من الممتاز سعر السيارة سعر تقريبي مية اثنين وسبين الف شامل اه ضريبة القيمة المضافة طيب بسم الله نبدأ من الواجهة الامامية اول شي عندنا الاضاءات فل ايدي راح اصور لكم في الليل برضو بعدين عندنا الشبكة المميز من اه لكزيس الشبكة هذا اه هوية لكزيس كل سيارات لكزيس هتلاقون الشبكة هذا وفي المنتصف عندنا شعار لكزيس اه طبعا فيها حساسات امامية في نفس الشبك وايضا في حساسات جانبية وعندنا هنا اه تقريبا في فتحات بسيطة جدا لمسة اه زي مرور الهواء او شي زي كده الانسيابية وايضا عندنا الكشفات هنا الهيدي مع اه لمبة الاستخاب ايضا عندنا لمسة تروم من هنا ممتد بالطريقة هذي وايضا عندنا لمسة تروم هنا اه تقريبا هذي اغلب الاشياء الموجودة بعدين عندنا القطع هذي لما تفكونها تركبون الهوك عشان تقدرون تسحبون السيارة فعندنا جهة اليسار وايضا جهة اليمين طيب الان نيجي لمحرك طبعا المحرك غطى المحرك بشكل يدوي عن طريقة العصر هنا هنا طيب هذا هو المحرك غطى المحرك عندنا العازل بالمنطقة هذي طيب لما نيجي نقفل الغطى من هنا اول شي ترفعون الكفوت كده بعدين وعلى مهلكم ها خلاص كده قفلني غطى المحرك الان نيجي لجانب السيارة عندنا الجنب اه باللون الرمادي قياس 17 انش وقياس الكفرات متر خمستاش في ستين كفرات من شركة مشلان كفرات ناعمة والسيارة ناعمة المراية الجانبية لو تلاحظون عندنا هنا لون السيارة لمسة كروم وبينو بلاكنة بالكامل ايضا المراية هذه مفصولة عن البدي فبالتالي تاخذون انسيابية افضل وضجيج اقل والتصميم المراية من هنا بالشكل هذا وايضا فيها تسخين تقدرون تشغلون ميزة التسخين عن طريق الازرير الخاصة في التكيف اه المثلث هذا زي ما قلت لكم مفيد جدا لرؤية اه افضل اوه طيب عندنا فتحة سكر هادية بالطريقة هذي الفتحة تفتح عادة لما تفتحون الفتحة في السيارات اللي زي كذا الفتحة هذي تدخل جوة السيارة لكن هنا نفس حركة البانوراما الفتحة خارجة برة وايضا لما نجي نقفل نفس حركة البانوراما صراحة بس انها فتحة صغيرة طيب الان نجي لجانب السيارة طبعا اه اول شي اللي تلاحظون هنا مقابض الابواب بلون السيارة والمقابض الابواب الامامية فيها الدخول الذكي عن طريق اللمس تأمن الابواب وعن طريق اه تمرير اليد بالشكل هذا اه تفتح التأمين طيب الان نجي للخلف عندنا اول شيء الجناح المدمج هذا هنا عندنا نفس لون السيارة وهنا عندنا البيانو بلاك ممتد من هنا بالشكل هذا جميل واضاءة الفرملاء هنا بعدين الرشاش الموية هنا حلو وهنا يلو حبايب ان الله يطم العافية صراحة يعني انا ما عند اي تعامل مع لكن بما اني ختم عندهم السيارة قلت حلو اني اغطيها لكم وتستفيدوا من التغطية الاضاءات جمع ان شايفين اه اليد متصلة حاصول لكم في الليل شكل الاضاءات الاضاءة في الخلف طبعا فل اليد زي ما قلت لكم الاضاءة الوحيدة مش اليد فقط اضاءة الاشعارات الامامية غير كده كل الاضاءات في هذه السيارة اليد بعدين عندنا هنا شعار ليكزيس هنا ايضا اسم ليكزيس وهنا اسم السيارة يو اكس 200 وهذه تعتبر اقل فئة في هذه السيارة ايضا السيارة فيها حساسات خلفية عددهم اربعة بالشكل هذا جميل بعدين عندنا الديفيوزر هنا الديفيوزر باللون الاسود المطفي والعاكس هنا وايضا هنا عندنا اضاءة الريوز فشكل الديفيوزر بشكل كامل بالطريقة هذي والشيء ما انتهت اليمين بشكل اه مخفي دونك شايفين فتحة واحدة لا نفتح لكم الشنطة طبعا نفتح الشنطة بشكل يدوي اه بس مجرد ما افتح الشنطة نسبيا المساعدات تساعدني انها تفتح بشكل كامل وايضا عندنا الاضاءات تبع اللوحة والكاميرا الخلفية اه بعدين عندنا هنا المسكة هذه عشان اكبر اقفل الشنطة سواء من جهة اليمين او اليسار اه ايضا هنا العوازل البليستيكية الخاصة اه بعدين هنا عندي اه كفر نحيف مع المعدات الخاصة وطفية الحريق ومثلث الطوارئ حركة جميلة صراحة وجود الفلين هذا فما تسمع ازعاج المعدات هذه اه هنا عندي منطق التفزين لكن لا تلاحظوا الاضاءة هنا جهة اليمين ال اي دي وايضا الاضاءة هنا جهة اليسار ال اي دي وايضا في منفذ 12 فولت هنا وايضا عندنا الهوك هنا عشان اه تحطونا الشبك عشان اه تثبتونا الاقراض وايضا عندي حركة اه زي التعليقة هنا برضو التعليقة هذه تقدر تحمل فيها اقصى احد اربعة كيلو اه ايضا جهة اليمين موجودة هذه التعليقة اه بشكل عام اه منظر اه الشنطة طبعا سيعة الشنطة هنا اه مش مرة كبيرة ولا مرة صغيرة لكن اذا انت حاب مثلا تصفط المقعد اللي هنا او المقعد اللي هنا طيب كالعادة هنبدأ من الخلف بسم الله نكتشف طبعا هنا الباب الخلف هنا بلاستيك لكن الباب الامامي اه مواد نعمة هنا اه مواد نعمة هنا لكن هنا بلاستيك وهنا مسكة اليد شوفوا كيف اه باللون البرونزي تقريبا هنا جلد باللون الجملي اه بعدين هنا بلاستيك طبعا النوافذ الاربعة كله اوتو اه وهنا السماعة طبعا السيارة فيها ست سماعات هنا السماعة الرئيسية اه ايضا لو تلاحظون هنا العوازل البلاستيكية وايضا العوازل العامة ما شاء الله اه سميكة جدا طبعا اذا نتكلم عن عوازل فجربتلكم السيارة على سرعات مختلفة في طريق مكة فبامكانكم تشوفوا اه كيف نسبة للعزل في هذه السيارة طيب الان بسم الله ندخل طبعا المقعدة هذي مضبوطة على قياساتي وايضا المقعدة هذي اه الان اروكم مثلا هنا مفعي اشكالية في تقريبا ثلاثة اصابع اه الاشياء الجميل هنا انه خلفية الظهر هنا جلد مع اسفنجة فبالتالي حتى لو انك انت اه طويل القامة اوش ازي كذا ما رح تضايق لانك في الاخير صاقع ركبتك على اشياء ناعمة ايضا فيه الجيب هنا موجود بعدين عندي المسند الوسطي وفيها حاملات الاكواب لما نقفل بالشكل هذا وايضا فيه ثلاث مساند للرأس الظهر هنا وصلتين فعندي هنا مسكة فلما انا سوي زي كده اقدر استفيد من مساحة اضافية مثلا اذا عندي اغراض ولا شيء زي كده فاثني الظهر هذا فاقدر احطي الاغراض بكل الراحية ونقفل بكل سهولة طبعا فيها ايزي فكس زي ما نشايفين لتثبيت كرسي الطفل والمقاعد باللون الجملي في المنتصف عندنا فتحات التكيب بالشكل هذا مع فرار وايضا هنا عندنا منافذ تايب سي عكس المنافذ الموجودة هنا اه داخل المسند منافذ يوز بي لكن هنا تايب سي والاضاءة هنا ال اي دي وايضا فيه مسكات لجميع الركاب حتى للسائل طيب نظرة من الخلف للامام طيب على الان نيجي لجهة الراكم زي ما قلت لكم هنا مواد ناعمة مش بلاستيك تمام هنا بلاستيك وهنا جل جملي هنا بلاستيك هنا في عندنا اضاءة باللون الكريمي ال اي دي طبعا وهنا عندي منطقة تخزين مع حاملة ايضا عندنا هنا اشياء الجميل السنتنلوك والنوافذ الاربع كله اواتو زي ما قلت لكم ما اخش عندنا السماعة ايضا هنا العوازل البلاستيكية بالطريقة هذه المقاعد الامامية كلها بتحكم كهربائي لما تشايفين وتصميم المقاعد بالشكل هذا طبعا جلد صناعي مع التطريزات بالشكل هذا مع التحديد باللون الاسود تقريبا اه مقاعد مريحة ما فيها اشكالية طيب الان انا جالس هنا والمقاعدة مضبوطة على قياساتي كمسافة يعني محددة بالملي فلو ابغى ارجع ورا كمان اقدر بس ها ضايق الناس اللي ورا اه عندي هنا الدرج شوفوا الدرج من فين افتح من هنا ونفس الوقت هنا مدخل المفتاح فافتح الدرج من هنا عندنا كتلوجات للسيارة ما شاء الله تبارك الله جدا كثيرة كتلوجات السيارات طبعا ايوة على طال الكتلوجات مهم جدا تنتبه لموضوع الضمان كدفتر الضمان كل الاشياء هادي خاصة الناس اللي تشتري السيارة من بر المملكة من غير وكيل هذه السيارة مثلا وكيل هذه السيارة في السعودية عندنا عبداللطيف جميل فبالتالي اذا اشتريت السيارة من بره تأكد ان سيارتك هتدخل الضمان عشان ما تتوهق واحلى شيء فيه اضاءة شوفوا هنا برضو LED زي ما قلت لكم السيارة هادي كل الاضاءات اللي فيها فل LED مع هادة الاشارات الامامية تصميم التكييف هنا لتلاحظون شوفوا ايضا هنا الفرار هنا بديل الفرار فكذا اقفل الفتحات وكذا افتح مثلا انا ابغى تيك هوا متوسط فاقدر اتحكم هذا شيء جميل جدا دائما انتقد الشركات اللي تلغي الفرار صراحة حركة ما هي حلوة لكن هنا ما شاء الله ما حرمونا من موضوع الفرار ايضا هنا عندنا مواد نعمة مع تطريز خياطة الطابلون شوفوا كيف ماشي كمان بشكل انيق المنطقة هذه كاملة وحتى المنطقة هذه ملبسة بمواد نعمة وايضا في سماعات هنا تلاحظون وفي سماعات هنا السيارة فيها تقريبا ست سماعات والاكتاف هنا باللون الاسود ملبسة بالقماش بعدين الشاشة هذه عائمة بالطريقة هذه راح اشرح لكم اخر شيء بعدين فتحات التكييف بالتصميم هذا مع لمسة باللون الفردي هنا فتحات التكييف وايضا فيها الفرار زي ما قلت لكم بالشكل هذا الفليشارات فيها الاضاءة بالطريقة هذه وبعدين عندنا هنا التحكم الخاص بالتكييف طبعا تكييف الالكتروني مع مناخ مستقل للراكب والسائق الزير هذا لو تلاحظون زر ايش تسخين المرايات الجانبية في الاسفل عندي مدخل سيدي ما شاء الله محتفظين بالميزة هذه حد الان واخر شيء عندنا هنا تسخين المقاعد الامامية ما فيها تبريد فقط تسخين نجرب الشحن اللاسلكي طبعا الميزة هذه الجوالات اللي تدعم الشحن اللاسلكي فالو تلاحظون جاري شحن الجوال شوفوا هنا ايضا في حركة جميلة في هذه السيارة عادة مدخل الولاعة تكون ظاهرة لكن هنا شوفوا بشكل مخفي فمنجرد ما اضغط يطلع لنا منفذ الولاعة بعدا عند الحاملات الاكواب مكشوفة بدون غطة بس كحجم جدا ممتاز اقدر احط مقا القهوة ايضا الاسنان هذه مفيدة جدا لتثبيت اي شيء في الحافظة هنا بعدين القير هذا طبعا سي في تي وفيها عشر سرعات وهمية جدا انيق وملمس ناعم وجودة عالية جدا مع الجلد الناعم هنا وهنا التجباد هنا التجباد هذا خاص بالشاشة اقدر اتحكم بالشاشة اشرح لكم مع الشاشة بعدين عندنا هنا الاوتو هولد لما تجي توقف عندي الاشارة الاخيرة بعدين هنا التحكم الخاص بالوسائط هنا مثلا الميديا هنا المسارات يمين يسار وهنا ترفع الصوت وايضا تكتم الصوت وبعدين هنا الراديو وايضا هنا اتحكم بالراديو في المنطقة هذه بعدين المسند الوسطي ملبس بالجلد جملي طبعا الحركة الجميلة هنا اقدر افتح من جهة الراكب في منطقة التخزين هنا وايضا في منفذين يو اس بي ومدخل ايو اكس طيب لو قفلني بالطريقة هادي السائد بيفتح هادي يقدر يفتح عن طريقه هو فاشوفوا بكل سهولة حركة جدا جميلة طيب عندنا الشماسة وفيها اضاءة ال اي دي ماي للون الازرق هنا عندنا المنطقة هادي خاصة بالاضاءات شوفوا لمس استجابة اللمس جدا عالية شوفوا كل الاضاءات لمس بعدين هنا التحكم الخاص بفتحة السكف وهنا نشغل الاضاءة وهنا نقفل الاضاءة مع فتح الابواب واخرش عندنا المراية الوسطية تعتيم يدوي مش كهربائي وهنا في مستشعر للمطر طيب بالنسبة للسكف شوفوا باللون البيج تقريبا صراحة لو كان اللون اسود كان ممكن اجمل للامانة وفي الاخير الناس ادواق يعني طيب الان نيجي لجهة السايك هنا باب السايك زي ما تشيكين طبعا اه هنا الحركة التقليدية فشوفوا طبعا عشان الباب مفتوح فبالتالي اه ما نقدر نقفل اه طيب هنا نفس التفاصيل مواد ناعمة جيل اه هنا بلاستيك لكن الكلام هنا هنا التحكم الخاص بالمراية ومن هنا نصفط المرايات بالشكل هذا جميل وبعدين هنا عندنا السنتر لوك والسنتر لوك ايضا موجود جهة الراكب بعدين هنا عندنا تعمين النوافذ الخلفية والنوافذ الاربعة كلها اوتو حتى الخلفية او تشوفوا ضغطة اقدر ارفع وضغطة اقدر انزل اه نيجي للمقعدة هنا ايش الشيء الاضافي الوسادة تبع الظهر هذا الشيء الاضافي في مقعدة الساعي طيب بالنسبة للدراكسون شكل يدوي فتلسكوبي طبعا اقدم اوخر ارفع انزل هنا عندي اه ارفع اه اضاءة العددات هنا ارفع الاضاءة وانزل وبعدين من هنا الزر هذا زر المسار زر الممشا فمجرد ما اضغط هنا تطلع الاشياء سوان الممشا رقم واحد رقم اثنين او الممشا الرئيسي للسيارة او اه السيانة يعني قداش باقي لك على سيانة السيارة بعدين لو تلاحظون طبعا الحركة هذي مميزة او ومعروفة في السيارات اللي اكزيز كل سيارات اللي اكزيز حتى افخم فيها اللي اكبر شي في الحركة هذي هنا بالنسبة للسيارة هذي عندنا لما نعلق فصلنا مانع الانزلاق شوفوا لما تجي تسوي تسارو زي كده فافضل تسارو تاخدوا مع فصل مانع الانزلاق طبعا ما انصحكم انكم تفصلوا المانع وانتو تسويوا قيادة عادية عشان الحفاظ على سلامتكم وتماسك السيارة بعدين هنا على اليمين طيب الفرة الاولى الوضعية الرياضية بعدين الفرة على تحت اه الاقتصادية بعدين الضغط من هنا الوضعية العادية فعندنا ثلاث وضعيات قيادة طيب بعدين هنا عندنا زر التشغيل وعلى يمين الدراكسون عندنا التحكم الخاص بالمساحات وعلى يسار الدراكسون عندنا التحكم الخاص بالاضاءات طبعا عندنا اضاءة عندنا ميستل اوتو وايضا لمبة الضباب الخلفية والكشفات الامامية وايضا نقدر نقفل الكشفات من هنا اخر شي عندنا الدراكسون دراكسون هذا ملبس بالجلد مع تطريز خياطة خياطة شبك لو تلاحظون اه صوت البوري ما شاء الله جدا قوي ما في شفترز هنا مبدل السرعات على يمين الدراكسون عندنا التحكمات الخاصة بالمثبت بعدين هنا عندنا التحكم بالمسارات ومن هنا ترفع تخفض الصوت وهنا اه اش اسمه الاوامر التعرف على الصوت غير متاح الهاتف غير متصل تحقق من الهاتف قبل استخدام هذه الميزة المهم هنا الاوامر الصوتية وهنا زر الوسائط اه بعدين هنا عندنا زر الصفحات اه هنا رد رفض المكالمات وهنا التحكمات الخاصة بالشاشة اللي هنا فمثلا لما نجي نحط كده نضغط رجوع او الصفحات بعدين ننتقل بين الصفحات الموجودة هنا اخر شي عندنا هنا البريك الالكتروني يشوفوا فين مكانه جدا غريب كذا بعيد بس صراحة في ميزة جميلة في هذه السيارة فما تحتاج انك انت تستخدم الزر هذا نهائيا فالان مثلا مجرد ما احط على الدي فصل البريك فمجرد ما احط على البي السيارة من حالها هتمسك البريك بعدين عندنا هنا زر تانك البنزين ومن هنا تفتح غطاء المحرك شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر